اختلف اثنان الاول يقول لا يجوز بل محرم صيام شهر الله المحرم بالكامل والدليل عدم فعله صلى الله عليه وسلم وكذلك لعدم الامر بفعله ويستدلم قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينك ويقول كذلك العبادات التوقيفية ولا تفعل الا بدليل الثاني يقول لا تحرم الا بدليل ولا تنكر على من فعله فأيهم اقرب للصحة واذا اراد ثالث صيام شهر الله المحرم يوما والفطر يوما من باب افضل الصيام صيام داود عليه السلام من باب بصية النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر بن العاص فهل له فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الصيام بعد صوم رمضان صوم شهر الله المحرم هذا الشهر شهر المحرم يعني من افضل الصيام بعد رمضان والنبي كان يكثر من الصيام في شهر محرم لكن كان يكثر أكثر في شعبان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله إلا رمضان كان يصوم شعبان كله إلا قليلا فما صام رسول الله محرم كله حتى لا يتشبه برمضان فالأفضل أن لا يصوم محرم كله وإنما يصوم منه يصوم أغلبه يصوم أكثره وإن صام يوم أفطر يوم ممتاز وإن صام نصفه ممتاز وإن صام تاسعاء وعاشراء ممتاز وإن صام ثلاثة أيام ممتاز وإن صام الاثنين والخميس في محرم ممتاز المهم أن يكثر من الصيام في محرم والأفضل أن لا يصومه كله لأن حديث عائشة صريح جدا ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كامل إلا رمضان أبدا فالاكتفاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وعدم صيام أكثر محرم ولا يصوم محرما كله والله يعلم